موسيقى يكون تابلت وفي نفس الوقت يعني في كل حاجة انتوا تقدروا ان انتوا تحصلوا عليها او تعملوها على التابلت وحتى كمان الجيمين هنا زي ما احنا شايفين برضو ان المساحة بتاعت الشاشة او حجم الشاشة كبير جدا سبعة بوصة بالاضافة الى ان هي معمولة HD screen كمان الالوان كلها واضحة زي ما احنا شايفين مع بعض على الشاشة مش بس كده هو كمان بيحتوي على quad core processor وده عشان خاطر graphics اللي بتوصل كل الالوان والصورة واضحة جدا يعني اي حد بيبتدي ان هو يلعب اي جيم بيحس ان هو موجود جوه الحدث نفسه زي ما احنا شايفين هنا مع arcus gamepad 2 مش بس كده برضو هنا في مميزات اكتر في الجهاز انه عندنا play store لانه هو مزود بنظام التشغيل 4.1 jelly bean واللي بيساعد على ان طبعا ان هنا يكون في كتير جدا من الapplications اللي احنا نقدر نعمل لها download سواء games او برامك ترفيهية او حتى مجلات صحف اي حاجة احنا حبينا هنشوفها على arcus gamepad 2 نقطة كمان هنتكلم عنها وهنا هي game zone يعني مش بس صارة نقدر ان احنا نعمل download للجيمز لكن كمان في مكان مخصص للجيمز اسمه game zone زي ما احنا شايفين كتير جدا من انواع الجيمز المختلفة للاطفال كمان من سن 4 سنين ل 8 سنين او حتى من 4 سنين ل 15 سنة يعني كل حاجة موجودة على جهاز واحد وهو arcus gamepad 2 بفقرة سابقة من عالم التسوق ان احنا قدم لكم arcus gamepad ولكن كان هي اول اذا بنا نقول الفئة الاولى من هيدا gamepad نحنا اليوم عم نقدم لكم الفئة التانية اللي عم نشوفها هلأ معكم واللي هو arcus gamepad 2 هيدا الديزاين اللي عم نشوفه واللي هو ديزاين جديد ديزاين كتير حلو كتير مرتب حتى لون الاسود اللي في لمعة بيعطيه لمعة كتير حلوة غير القديم اللي كان موجود معنا بالنسبة للشاشة متل ما ذكرت رانيا هو الشاشة اللي موجودة عنا هي سبعة انش كمان هو فيه مميزات انه الميموري اللي بقلبه هي 8 جي بي ولكن نحنا ممكن كمان نضيف عليها لتوصل ل 32 جي بي وعنا كمان من جوة البروسيسور هو في 1.6 جيجا هيرتز هلأ لحنخليكم كمان تشوفوا السلطس اللي بيكونوا موجودين بقلب هيدا الجهاز لحنفرجي اول شي واللي هو الميني اتش دي ام اي اللي من خلاله بتقدروا انتو توصلوا هيدا الوصلة اللي موجودة هون السلط من خلال هيدا الوصلة رانية بيقدروا الشباب او حتى الولاد يستمتعوا انه يوصلوا هيدا الجيم على شاشة التلفزيون ويقدروا يستمتعوا بالجيم اكتر الى جانب هيدا الشي عم نشوف هون كمان عنا نحنا اليو اس بي كيبل وكمان عنا سلطتين يموجودة واللي هي موجودة بالاسفل للمايكرو اس دي اذا نحنا بدنا نضيف منضيف كمان ميموري اكتر هيدا هو الجهاز اللي نحنا عم نشوفه معنا عديه هو جهاز كتير مرتب والحلو مثل ما ذكرت رانيا انه هو مش بس للالعاب ولكن ممكن يكون كمان جهاز تعليمي لانه هو مثل اي تابلت تقدروا تعملوا عليه العديد من الاشياء اللي حنستعرضها معكم بسياء الحلقة على فكرة سارة لو كان الجهاز اللي احنا بنعرضه يعني مثلا هو بس خاص بالجيمين ما كنتش هكون متحمسة اوي لكن لو هو فعلا بيحتوي على انه خاصيتين انه هو يكون جيمين وفي نفس الوقت التابلت دي احلى هداية يلاحوا في الدراسة فترة الصيف وانتم سافرين اكيد عايزين تقتلوا وقت الملل بالنسبة لهم فعلشان كده لما يكون معاهم جهاز يقدروا يخشوا بي على الانترنت يشوفوا بيه مثلا ويب سايت كتير برامج تعليمية مختلفة وكمان يكون عندهم جيمينج بان او جيمينج ديفايز في نفس اللحظة اكيد حاجة جميلة بنتكلم برضو على البارت بتاع الجيمز والالعاب ان هنا فيه يعني وحدة تحكم متكاملة من خلال الماپنج تولبطن الماپنج تولبطن هو بجرد ان احنا بنشوف هنا الجيم اللي احنا بنختاره طبعا فيه هنا الازرار المختلفة هنا دول اللي هما التريجرز اللي بنختار بهم الهدف وبنصوب عليه هما دول التريجرز وكمان مع التريجرز برضو بنشوف هنا الزرار التانية اللي هي دول للديرأكشنز للاتجاهات وعندنا استيكس على حسب ما الشخص بيحب ان هو يعني الطريقة اللي تريحه هو بيتحكم في الجيم. وهنا برضو الأزرار الليها يعني برضو مميزات تانية وخواستة هنا بتعرفوها أول ما بتشغلوا كل جيم. أنا هنا حواليكم طريقة استخدام المابينج تول. مثلا أول ما بندوس على الزرار ده بنتحكم في الزراير. بيطلع عندنا البلاي والكلير. هنا باختار البطن الزرار بقوم حطه في المكان المخصص اللي أنا عايزة أستخدمه. ودوس مثلا على الواي. هنا البطن الثاني باختاره برضو بحطه في اتجاه آخر. وكمان بدوس على الزرار البي. يعني زرار الواي والبي دي اللي أنا بتحكم بيها. كمان الديركشن لو أنا عايزة أحددها. باختار هنا برضو البطن. وبحط الديركشن بتاعي مثلا الفوق up. والبطن الثاني بحط الديركشن اللي هو الright. فأنا كده التحكم بتاعي على طول بدوس play. وبابتدي الجيم بتاعي بمنتهى السهولة. باستخدم كل حاجة أنا محتاجاها على طول على المابينج طول ووحل التحكم والأزرار بتاعتي. في كمان شغل كتير. كتير نحنا لطلقينا العديد من الريفيوز خاصة بالجيم باد وان اللي نحنا نزلناه بعالم التسوء. من أهم الاشياء اللي ذكروها رانيا أنه كان كتير بيتغلب وإذا بدون يلعبوا على أي تابلت وخاصة إذا كانت الشاشة على اللمس ما كانوا يقدروا يتحكموا بالجيم ولكن هلأ صار في عندهم هيدا التطور اللي هو شاشة كتير كبيرة بألوان كتير حلوة. مع التحكم كأنهم عم يلعبوا بأي الجهاز وخاصة بروفشنل يكون لالجيمينج. هلأ كمان في شغل كتير حلو نحنا عم نقول جيمينج عنا بقلب الجهاز عاركوس جيمباد عنا هون إذا عم نشوف هي الجيمزون من خلال هيدا الايكون بمجرد نحنا ما نضغط عليه بيصير عنا العديد العديد من الجيمز اللي بيقدروا ينزلوها وكل هيدا الجيمز بتكون هي فور فري وبيقدر هيدا الجهاز كمان يستقبلها بكل الألوان الحلوة والجرافيكس كمان الحلوة هيدا قدي شي كتير ممتع لأهل إنه ما بي حاجة يتغلبوا يدفعوا لأولادهم لأي جيم بالدنيا. كمان في شغل كتير حلو نحنا عم نقول إنه هو جهاز تعليمي. عنا كمان هون الكيدز ماف اللي هو بيقدروا لأولاد من خلاله يعملوا إكسرسايز إذا أنتوا بتكون يوم بفترة الصيف مش بس يلتهوا بالجيمز. عنا هون مثلا بيقدروا يعملوا يعني بيقدروا يعملوا حساب بهيدا رانيا ساعديني. سوف ناقص ثلاثة زائدة اثنين سوف ناقص ثلاثة زائدة اثنين سوف نحنا أولي عم نتشوف بيطلع عندهم بيطلع عندهم هيدا الشي من خلال هيدا الايكنز اللي موجودة جوا بيقدروا هني يستمتعوا سواء كان بالأشياء التعليمية أو حتى الترفيهي وزنه كتير خفيف رانيا ثلاثمائة ثلاثين جرام يعني مفيش أسهل من كده ولا أخف من كده ورافيع رانيا يعني إذا بدنا نحطه كمان مثلا إذا انت رايحة على مول واخدي مثلا ولادك معه فيك انت تحطيه بالباك تعيتيك فيك تحطيه بالسيارة في حتى إذا كان شخص مثلا اخده معه في حطه مثلا بالجاكت لأن هو الرفع تاعه كتير رفيع تمام هنا كمان برضو بنتكلم على نقطة تانية أن احنا هنستخدم الديفايس اللي معانا تابلت مش بس جيمينج أول حاجة هنا للتابلت نقدر أن احنا ندخل على play store نقدر أن احنا كمان نوصله على الواي فاي يعني عندنا الانترنت طول الوقت وين ما احنا موجودين متوصل على الانترنت نقدر نتصفح طبعا مثلا الانترنت ندخل على الإيميلاد بتاعتنا ممكن يعني بنتابع كل حاجة ممكن برضو لو احنا عايزين نشوف مثلا الفيسبوك نعمل chatting نعمل post نعمل كتير من الحاجات هنا أول ما احنا ندوس على الفيسبوك نشوف طبعا بتطلع علينا كل المساجات المختلفة وكمان نقدر نعمل chatting نقدر نتكلم من خلال الفيسبوك يعني في كتير جدا من ال social networks المختلفة الويب سايت اللي احنا نقدر ندخل عليها مع arcos gamepad كمان في خاصية تانية مهمة صارة ان احنا هنا نقدر برضو ننزل برامج تعليمية زي ما انت قلت ومنها اللي هي الوضوء والصلاة نقدر ننزل البرامج دي ونعرف أولادنا وصوته قدي حلو رانية كمان علشان في هنا كمان برضو speakers تانية من الناحيتين بتخلي الصوت يكون قوي وعالي ونقدر نتحكم برضو في ال volume هنا بال minus وال plus نعلي صوت او نوتي الصوت يعني فيش أحسن من كده تعبد طبعا صار فإذا مشاهدينا صار الوقت هلا تتصلوا فينا على الأرقام اللي مبيني قدمكم على الشاشة رقم المنتج هو 4-4-3-3-5-5 موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 اللي هو Quad Core Graphic وده بيساعد على إن وضوح الصورة والألوان بتكون حلوة جدا بمساحة شاشة كبيرة سبعة بوصة وهي كمان HD يعني قد كده ما فيش أحلى يعني نحنا نلاقي بفعلا كلنا منعليف وكل نايتنا عنا أولاد ولما منروح على المال قدي أولادنا بيغلبونا يعني يا أما بيعدوا بينقوا أو حتى إذا مثلا كنا عم نسوق بالسيارة قدي بنكون نحنا بدنا نلهيون بإشياء هيدا الجيم متل ما أنتو عم بتشوفوا بتاعتوا أنتو التابلت لأولادكن وزنه كتير خفيف بيقدر ينحط معنا بكل رياحة فيه أوبشن كمان حلبي أكيد مثل أي تابلت عنا موجودة هون الكاميرا من خلال هيدا الكاميرا نحنا بدنا نفرج كمان الريزولوشن تاعت الكاميرا وعم نشوفها هلأ معكم بتقدروا أنتو تسجلوا فيديو لأولادكن بتقدروا أنتو تعملوا العديد من الإشياء تسجلوا أنتو هيدا الفيديو تروحوا على الشغل بخلال النهار بيقدروا الأولاد يعملوا بلاي لهيدا الفيديو بتقدروا أنتو تصوروا بيكتشيرز سابتين وبتقدروا أنتو كمان تصوروا فيديو نقدر كمان أن نقدم كتير من البرامج التعليمية للأطفال زي أسماء ومواقية الصلاة نعلمهم الوضوء نعلمهم الصلاة لو كمان حبينا أن نشوف برامج تانية للأطفال الصغيرين مثلا من سن 4 سنين لسن 5 سنين عايزين نعلمهم الحروف عايزين نعلمهم الأرقام هنا بنشوف طريقة التعليم بتاعتهم بردو قد إيه حلوة وسهلة كمان عايزين هنا نشوف بردو حاجة تانية سارة لو إحنا عايزين نعرف طريقة مثلا أن إحنا نعمل داونلود للستوريز هيكون عندنا كتير من الستوريز أو حتى كمان لو عايزين نعمل داونلود للبوكس نقدر أن إحنا نقراها بمنتهى السهولة على الجهاز وهنا بنشوف أن الستوري كلها بصور وقصص مصورة الأطفال يعني حتى قبل ما هم يناموا أو حتى الكبار يقدروا يحطوا الكتاب اللي هم عايزينه ويتصفحوا بطريقة سهلة شايفين برضو أن 1.6 جيجا هيرتز بروسسور يعني بيخلي التصفح على الإنترنت برضو سريع هنا عايزة أسمع بس المشاهدين عنا كمان أبشن أنه فيه العافيون من خلال السبيكرز اللي موجودين بيقدروا يستمتعوا بهذه الأبشن حتى كمان السبيكرز هنا برضو قد يشكلها حلو مع الدزاين الجميل اللي هو اللون الأسود قد يحلو جدا وهنا برضو زي ما شايفين برضو السبيكرز تخلي الصوت واضح حتى كمان لو متوصل على تلفزيون الصوت كمان هيكون أوضح هلا بنرجع على السريع نذكركم بكل الأشياء بأركوز جايمباد عنا هيدا الجهاز الديزاين طاعه ديزاين كتير حلو كتير مرتب باللون الأسود بيتناسب معنا سواء كنا نحنا كأهل بدنا نستخدمه أو حتى أطفالنا وزنه كتير خفيف حتى عم نشوف هوني الرفع طاعه كتير رفيع بيقدر يفوت معنا وين ما بدنا سواء كنا بنحطه بالشنطة طاعيتنا أو حتى بالسيارة الشاشة اللي موجودة معنا هي بحجم 7 إنش وكمان عنا كل الأوبشنز تعولي الجايمينج اللي ذكرته رانيا إلى جانب هيدا الشيء الميموري اللي موجودة بأركوز جايمباد هي ميموري 8 جي بي ولكن ممكن نحنا إنعليها لتوصل لـ 32 جي بي ننزلهم جايمز ننزلهم ستوريز ننزلهم شو ما بيخطر على بالنا وخاصة هلأ بفترة الصيف هيدا أفضل هدية لولادكم طبعا لما بينجحوا في الدراسة بنكافئهم بحاجة حلوة الأركوز جايمباد 2 أو حتى كمان لو إحنا مسافرين عايزين نقتل وقت الملل بالنسبة للأطفال أو حتى الكبار بيحبوا إنهم يكونوا مثلا يما بيتفرجوا على فيديو يما بيشوفوا جايمز هتقدروا إنكم كمان تستخدموا الأركوز جايمباد من ناحية الجايمينج سواء كان بالتوتش سكرين أو حتى من خلال الزرائر يعني عندكم كل الأوبشنز في حاجة واحدة مفيش أحسن من كده كمان مشاهدين بفكركم مرة تانية اللي هيحصل على الأركوز جايمباد هيجي الجهاز الأساسي معه كمان الشارجر بالإضافة لليو اس بي كيبل وكمان الماني والجايد اللي هيسهل عليكم طريقة الاستخدام لكل اللي حابين إنهم يحصلوا عليه رقم المنتج هو 4 4 3 3 5 5 وطبعا أحلى هدية هتجيبوها لأولادكم وفيه كتير جدا مناسبات عياد ميلاد لما ينجحوا في الدراسة حاجات كتيرة دايما وبتمنى أن تكونوا اتبسطوا بالحلقة اللي احنا قدمناها لكم مع أركوز جايمباد 2 طبعونا دايما بكتير منتجات في عالم التساوم أعجبكم المنتج اضغط على إضافة في السلة